عن سر الحياة المفقود غالبا يسحب جبار الفتلاوي بصيص أمل بالقرب من نهر الفرات يشبهه ألف المزارعين في البلاد إذ أضحى الجفاف صورة جديدة للأرض هنا حقيقة تكشفها تقارير دولية عن دخول العراق في موسم جفاف هو الأسوأ منذ 92 عاما حفر الآبار غير القانوني الذي أودى بحياة بحيرة ساوى في مطلع العام الحالي بسبب حفر ألف بئر عشوائي حل يزيد الطين بلة بل وملوحة نحن الآن نزرع الآبار نسبة الملوحة بالآبار عالي جدا وما تستحل الزراع هذه وهذه مثبت عدهم في مديرية الآبار قالوا هاي منطقتكم ما تصلح الزراعة المياه الجوفية المياه مالحة جدا منهاج حكومة السوداني محط انتظار المزارعين لإعادة نبض الأرض بالمياه في البند الثامن من المنهاج تعهدت الحكومة للتركيز على نقاط مهمة من بينها وضعوا خطة طويلة المدى لدعم الزراعة الحقلية والثروة الحيوانية ادخلوا مكننة التكنولوجيا في قطاع القذاء والصناعة تبني إجراءة ترشيد استخدام المياه في الزراعة والمنازل وغيرها إلاء الأهمية لموضوع التغير المناخي وانعكاساته على البيئة غضب عم صفوف المزارعين لخساراتهم المتتالية ينشدون الحكومة بحلول جذرية لا بوعود متراكمة في حقائب الحكومة المتعاقبة تقول اليونسيف أن العراق من أكثر خمس دول في العالم تأثرا بالتغير المناخي مع انذار يلوح له البنك الدولي بتقرير يؤكد فيه أن العراق سيخسر 20% من مياه العذبة بحلول العام 2050 إذا لم تتخذ أي إجراءات عملية سيما أن القطاع الزراعي هو المورد الثاني بعد الإنتاج النفطي في البلاد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة